يعني أنت دلوقتي يا أستاذ حعلق تعاليه صغير ما حدث هو جريمة متعمدة لا يعفيك منها أنك تتبع عجل أو تصالح جرانك أو تروح تديه اللي أنت بسلم منه القرشين بتوحه لأن الأمر قيد البحث كجريمة مع النيابة اللي هي مين هنا وزارة الشباب فهو لا 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 خدوا بقى أنا حلتها عرفي ياريتك حلتها عرفي ما قول حل العرفي أنك بتعترف بخطأك بتعتذف يا أخي بتشيل كافنك وأنا يقبل يا مقبلش فأتطمن أنك لن تكرر هذه الأخطاء والرأي العام يعرف مدى فداحة الظلم اللي تعرضت له بتعمد من ناس اديتها ظاهري وهي المنوط بها الدفاع عني وعن حقوقي أنا عدو جمعي العمومية أنا النادي المصنف أنا اللي بيني بالريال مدريد مسافة عايز اختزلها فكان يجب أن تساعد الكرة المصرية وكان يجب على التعادل للإفريق أن يساعد الكرة الأفريقية في أن الأقرب إلى منافسة ريال مدريد في الألقام ياخد حقه فقط ياخد حقه فقط طيب أنا عايز حقي اللي أنت مدتونيش يبقى أنت أخنت الأمانة على طول كده أنا مش هزاي أنا بدي توصيف للموضوع إذن أين الأمر الآن لم يصبق لم يبقى لك لأن الاتحاد مش نوع حتى يقول لنا غلط شوف هما طرعين على سلال المفرفشين النهاردة تاهت والإناها خلاص كده إحنا حنحلله من الكرة وإحنا حاولنا الموضوع في حتة تانية بص العصفورة ورح أعمل لك كده ورح أخذ لك مجموعة القرار تاني لما تعمل جريمة لا يعفك منها طالما هي معروضة عن نيابة أن تتبع عجل تصالح جرانك تسدد ديون عليك تبقى رجل لطيف بعد ما كنت رجل سخيف في الحتة لازم نوصل نتيجة في هذا الأمر الأمر الآن لدى وزير الشباب الذي شكره النادي الأهلي والذي برأته الأحداث وأنصفته الأحداث إلا إذا توقف الأمر ولم يصدر أي قرار في هذا الشأن يبقى يبقى لله يعني كده تحول الأمر من أمر موجع لأمر مفزع مفزع طيب ولعل من دواعي الفازع النادي الأهلي شكر وزير الشباب والرياضي على اهتمامه ومسندته ومساعدته السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة النهاردة تلاتة منهم بيأكدوا بعد اجتماعات هذه القرارات اللي أخرجوا فيها هذا اللسان الطويل للنادي الأهلي أن الجلسة اجتماعهم سبقوا اجتماع مطول مع السيد وزير الشباب والرياضي طيب عقد الاجتماع في مكتب الوزير في الاستاذ القاهرة إذن هذه القرارات التي لم تشر من قريب أو من بعيد إلى أي حق للنادي الأهلي بأي شكل من الأشكال أو إلى أي مسئولية عن هذا التعمد في اهدار حق الأهلي من خلال هذه القرارات قالوا أننا قعدنا مع الوزير وجينا على الاتحاد قعدنا في الاجتماع بتاعنا وقلنا ما تم الاستقرار عليه مع السيد الوزير يعني هذه القرارات بعناية ورعاية السيد الوزير فيه الحق الأهلي اللي وجه الشكر للسيد الوزير واللي انتظر من الاتحاد المصري لكرة القدم وهو عضو جمعيته العمومية أن ينصفه زي ما الأستاذ جمال علام أكد وقال إحنا بعيدا عن تحيات الوزارة أنا كمان هحاقة وأشوف إيه الخطأ حصل فيه ثاني وثالث هو وليد العطار راح كوريا ولا مراحش لا مراحش كويس طمنطيني بس مش جال لا ده مهمة لكنه زي ما بقول لكم انتوا اجتماعتوا وقررتوا هذه القرارات اللي الوضع الباين فيها شديد الظهور حق الأهلي فين ومسؤوليته لاهل عند مين ومين السبب في أنه النادي الأهلي يهضر حقه بهذا الشكل العمدي ترجمة نانسي قنقر